موسيقى بعد كل الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلمين في الناصرية والأبرياء الذين أزهقت أرواحهم على يد ميليشيات مقتدى الصدر وأمام أنظار القوات الأمنية ها هو رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي يعود متأخرا كعادته لواجهة الأحداث بالدعوة إلى ما سماها التهدئة وفتح صفحة جديدة الكاظمي أفد مستشار الأمن القومي قاسم العرجي القيادية في ميليشيا بدر على رأس فريغ خلية أزمة ذيقار بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة لأسيم الناصرية وساحة اعتصامها التي كانت مسرحا لعدوان ميليشيوي جديد أسفر عن سقوط سبعة شهداء وإصابة أكثر من ثمانين آخرين وفي رسالة وجهها عبر الهاتف الشخصي للأعرجي دعا الكاظمي المتظاهرين في الناصرية إلى فتح ما سماها صفحة جديدة مكررا ذات الوعود بتنفيذ جميع مطالبهم المشروعة وتشكيل لجنة لمحاكمة قتلة المتظاهرين وإقرار حقوق عوائل الشهداء ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق الاجتماع الذي عقده قاسم الأعرجي رئيس خلية الأزمة التي شكلها الكاظمي مع عدد من شيوخ العشائر في المحافظة أكد الأخير من خلالها أن الحكومة لا تمتلك عصن سحرية لتحقيق كل شيء متجاوزا الاعتراف بأن حكومته لم تعمل أي شيء أساسا بل إن الوضع في العراق قد ازداد سوءا في الأشهر التي تولى فيها رئاسة الحكومة بعد أن باتت رواتب الموظفين على المحاك وعجزها عن توفير أبسط متطلبات العشري لمواطن الذي لم يعد قادرا على إحصاء الأزمات التي تحيط به من كل جانب الكاظمي أخطأ في رسالته إلى الناصرية شكلا ومضمنا فأرسل لهم الأعرجي القيادية في ميليشيا بدر وهم الذين ذاقوا الويلات على يد الميليشيات ومن بينها ميليشيا بدر صنيعة إيران التي ما زال الثوار يهتفون مطالبين بالتخلص من نفوذها المدمر وأذرعها التي عاثت في العراق فسادا